مقطعنا اليوم مقطع أخبار الخبر الأول عن نجواني والحادث اللي سوا بحيتنزل بحسبه بالإنستجرام بحيتنزل بحسبه ستوريين يتكلم فيها عن الحادث اللي سوا وأنه شرطة مجتمعين وبس والله هحطي لكم الستوريات حاليا بتكون نايم بالبيت فجأة واحد بيجي وضرب لك سيادة شوف السيارة نضرب لا حول الأقوات الا بالله هذا هو الخبر فلازم نقول لجواني سلامتك وبالنهاية مثل ما يقولون بالمال ولا بالعيال والله يعوضك إن شاء الله وكل شيء خسرتك يعني وخلني ننتقل للخبر الثاني الخبر الثاني عن ريدر وياسمين بث ما تعرفون ياسمين اقتربت كثير من الأربع مليون مشترك على قناتها باليوتيوب فيياسمين نزلت على حسابها بالإنستجرام هذه الصورة اللي كان فيها كاتبة إنسان مجنون فيديو كليب قريبا ريدر وياسو ورايدر رد عليها رح تسمعون رابح حقيقي ياسو غنت أحسن مني مثل ما توقعنا نغلبنا إنه رح تكون المفاجهية أغنية بمناسبة الأربع مليون مشترك فأكيد لكم متحم الخبر الثالث والأخير اللي عدنا اليوم اللي هو عن ياسمين ومرسال مرسال نزل على قناته من حوالي يومين إعلان الفيديو كليب الجديد وكان في بيسان فبيسان استغلت هذا الشي وطيرت له المقطع ولكن مرسال غضب من هذا الشي فقرر أن يرجع المقطع بعد ما اشتكي لليوتيوب وبعدها نزل بقناته على المنتد هذا البوست اللي كان كاتب فيه حبايبي الفيديو رجع وغصب عنهم كلهم ادخولوا شوفوا من الجديد لتفهم القصة وبالنفس الوقت حتوا ستوريات رحطو لكم ياها ومع السلامة يا حبايب الأل كيف كش أخبار كون الفيديو اللي انحزف مبارح اليوم رجع فيه كثير معلومات مهمة رفعوا الشرشة لفوق اخضروا انه هذا الفيديو ضغط كثير ناس واضدايقوا منه فراحوا حزفوه وانا غصب عنه ورجعته لهذا السبب ممكن اضايقت شوي لما الحزف بس ما تضايقت كثير لانه بعنا قم ما رح تزال غنية رح ينفتجوا من القطع وفعوا الشرشة لفوق حتى الفيديو يرجعي طلع متلقبل سلام